تواصل الدولة جهودها للنهود والارتقاء بمنظومة التعليم العالي بما يتوافق مع النظام العالمي وتتبنى الدولة سياسات أكاديمية متطورة من خلال إنشاء مؤسسات تعليمية متقدمة والتوسع كذلك في الشراكات الدولية من أجل خلق جيل جديد قادر على ريادة إقليميا وعالميا أخذت مصر على عطقها تنفيذ خطة إعادة صياغة منظومة التعليم العالي وذلك من خلال تبني سياسات أكاديمية متطورة وإنشاء مؤسسات تعليمية متقدمة والتوسع في الشراكات الدولية استراتيجيات متكاملة تقودها الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم العالي وترتكز على مجموعة من المحاور والأهداف لعل أبرزها تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية ورفع تنافسية ومخرجات العملية التعليمية وربطها بسوق العمل والإنتاج فضلاً عن التوسع في إنشاء جامعات جديدة تشمل برامج تعليمية متنوعة كما تسعى الدولة لجذب الجامعات الأجنبية المتميزة لإنشاء فروع لها في مصر الأمر الذي يساهم في تنمية القدرات العلمية والعملية والثقافية لطلاب الجامعات وثق لمهاراتهم بالإضافة إلى تحسين مكانة مصر في التصنيفات الدولية المتخصصة في هذا المجال أهداف دفعت الدولة لزيادة الإنفاق الموجه لهذا القطاع ليصل إلى 75 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقابل 25 مليار جنيه عام 2014 فخلال تلك الفترة تم إنشاء 65 مؤسسة تعليمية جديدة تتضمن أربع جامعات حكومية وخمس جامعات أهلية وثمان عشرة جامعة خاصة وثلاث جامعات تكنولوجية وخمسة أفرع للجامعات الدولية وواحداً وثلاثين معهداً خاصاً عالياً ومتوسطاً بحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وهنا يبرز الحديث عن توجه الدولة للتوسع في تدشين الجامعات الأهلية والتي تهدف إلى المنافسة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة خطوات جادة زرعتها الدولة فحصدت من ورائها العديد من التصنيفات العالمية المرموقة حيث احتلت مصر صدارة الدول العربية والإفريقية من حيث عدد الجامعات المدرجة بأرقى التصنيفات العالمية لعام 2021 إذن اهتمام غير مسبوق تشهده منظومة التعليم العالي والبحث العلمي منذ عام 2014 اهتمام يعكس إرادة مخلصة وعزيمة جادة لدخول جمهورية جديدة بمستوى تنافسي عالمي في شتى المجالات اشتركوا في القناة